قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بأن ميليشيا الحوثي تقابل الدعوات الدولية بوقف التصعيد على مارب بالمزيد من التعنت إلى ذلك أوضح بن مبارك خلال لقاء نظيره التونسي على هامش الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أوضح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول الاستفادة من كافة المبادرات السياسية منذ ستوكهولم وحتى الآن لتقوية وتعزيز قدراتها العسكرية وأكد وزير الخارجية أن ميليشيا الحوثي لا تأبه للكارثة الإنسانية التي تتسبب فيها كل يوم وهي تستهدف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة محافظة مارب والتي يزيد عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة من بينهم أكثر من مليوني نازح لجأوا إليها في مناطق سيطرتها